اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلبات وطالبات التعليم الثانوي الفني الفندقي وحلقة جديدة للصف الثاني الثانوي الفندقي ومادة فن الخدمة هنتكلم في ساعة فندقية النهاردة عن خدمة الطعام كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن كيفية افتتاح المطعم وكيفية التجهيز لاستقبال العملاء وكمان اتكلمنا عن ادوات التنظيف وطرق تنظيف الادوات النهاردة نتكلم عن خدمة الطعام واللي بتبدأ عندي باول حاجة التحضيرات التحضيرات لخدمة الطعام بتنقسم عندي لتحضيرات يومية وتحضيرات اسبوعية تعالي نشوف اول حاجة عندي التحضيرات اليومية علشان تحضر لخدمة الطعام بتاعتك وللمطعم بتاعك عموما مطلوب منك في اول نقطة المسح وازالة الغبار وتنظيف للزجاج والمرايا مش ممكن أبداً أن عميل يقعد في مطعم يمدي إيده كده من غير ما يقصد يطلع شوية تراب في إيده كارثة كبرى بكل المقاييس وبالتالي مهم جداً للأشخاص اللي بتشتغل جوه إدارة الأغزاء والمشروبات وجوه الفنادق أن أول حاجة بتعملها إزالة الغبار خب بالك أن الغبار أو كلمة الغبار دي يعني التراب الناعم أنت ممكن تبقى تقولي نفسك ما هو المكان نظيف إحنا مسحيين ومنظفين من الصبح وكل حاجة بس الترابة النعمة دي دائماً بتتسرب للأجهزة والأدوات والترابيزات من غير ما البني أدم ياخد باله وبالتالي بتبقى دايماً محتاجة متابعة دايماً بيبقى فيه شخص معاه فوطة لالترشان وبيبتدي ينظف بيها الأسطح باستمرار كذلك الزجاج والمرايا خب بالك أن المطاعم الرئيسية جوه الفنادق الفايف ستار بتبقى مطاعم الجدران بتاعتها كلها إزاز علشان تعكس الفيول خارجي وبالتالي كل الإزاز دا لازم دايماً أنه هو يتلمع باستمرار عشان العميله هو قاعد لما يجي يشوف الفيول خارجي ليه يشوف المنظر الجميل ما يبقى الشايف بقع على الإزاز أو شكل مش نظيف تاني نقطة عندي تلميع المعدات والأدوات ركز على نقطة تلميع إحنا المرة اللي فاتت قلنا تنظيف الأدوات والمعدات واتكلمنا إزاي بيتم التنظيف لكن النهاردة قال لك تلميع يعني الأدوات نظيفة الشوكة نظيفة السكينة نظيفة المعلقة نظيفة الطبق نظيفة ولكن إحنا عايزين نوصل بيه لدرجة التلميع يعني زي ما يكون عند حضرتك ختم فضة أو زي ما يكون عندك سلسلة دهب في الحاجتين هم نضاف ولكن بتحتاج كل فترة أنت تروح لبتاع الفضة أو تروح لبتاع الدهب علشان يلمع لك الحاجة دي ما تبقاش مجرد نظيفة وبس تبقى بتلمع من شدة جمالها ونظافتها وبالتالي نفس الكلام بيتم للقطع اللي بيستخدمها العميل شوكة سكينة طبق معلقة فنجان أيا كان الحاجة دي بتبقى نظيفة ولكن مطلوب مني أن أنا لماها بيتم تلمعها عن تعرضها تعريض الأدوات دي للبخار الساخن وبفوطة نظيفة جدا وبيبقى لها طريق طبعا أسدتنا الأفاضل في المدارس الفندقية المسؤولين عن الناحية العملية المفترض أن هم بيعلموكوا الأجزاء دي عملي مفترض بيبقى فيه فوطة كبيرة بيضة بتتحط على كتف الولد المسؤول عن التلميع واللي هو بيبقى دايما أصغر بوزيشن في الإدارة اللي هو الباس بوي أو الباس جير اللي بيبقى أول حاجة للسلم الوظيف بيحط الفوطة دي على كتفه وبيبتدي يمسك السكينة والشوكة بعد ما يعرضهم للبخار ويبتدي يمسحهم مسحة كويسة كده لحد ما يحس أن هي بتلمع ويحطها على الترين نظيف أو على صنية نظيفة ده كده تلميع الأدوات والمعدات عندي كمان تبديل البيضات وتعبئة أواني الملح والفلفل يعني إيه تبديل البيضات؟ التربيزات جوه الفندق أو جوه المطعم الرئيسي للفندق وتكلمنا قبل كده في الجزئية دي بتبقى مفروشة عدة مفارش وقلنا إن المفارش دي بتبقى ميلتون اللي هو بيبقى محطوطة على التربيزة نفسها أو على جسم التربيزة نفسها وفوقيه مفرش كبير وفوق المفرش الكبير بيبقى فيه مفرش صغير اللي هو النبرون وفوق النبرون بيبقى فيه الإطباء والطبق بيبقى عليه حاجة اسمها جست نابكن اللي هي فط الصفرة اللي بيستخدمها العميل فالمفترض إن أنا قبل ما يجي لي أي عميل بتأكد إن أنا ما عنديش ولا بيضات مش نظيفة يعني ما عنديش مفرش أو نبرون أو جست نابكن أو حتى السكيرتنج اللي هو الساتان اللي بيبقى محطوطة على البوفير ما ينفعش يبقى عندي حاجة من دي مكسرة مش مكوية يعني أو مش نظيفة أو فيها حتى ولو بقع صغرنا أنا قد كده لازم أعمل عملية تبديل سريعة ونزل الحاجة النظيفة أو أفرش الحاجة النظيفة وودي الحاجة اللي مش نظيفة دي لقسم اللندري اللي هو قسم المخسلة كذلك بعمل تعبئة لأواني الملح والفلفل الملح والفلفل أداة بتبقى محطوطة صنوات صف التربيزة بيستخدمها العميل وهو بيأكل وبالتالي لما العميل ده استخدم وزوجته استخدمت وأولاده استخدمه ومشيه فالملح والفلفل ده نقص جات التربيزة اللي بعد كده استخدمت فنقص أكتر وبالتالي لازم يتم متابعة للحاجات دي ملح، فلفل، زيت، خل، توابل أي أداة العميل بيستخدمها بتبتدي تنقص لازم بيتم تعبئتها ويمكن كنا أشرنا قبل كده أن بيتم تعبئة الملح والفلفل كاملا من المطعم كل يوم جمعة صباحا بيتبتدي تتلمي الحاجات دي كلها من على الأدوات وتتفضى وببتدي أخسلها بره وجوه ومسحها ولمعها تلميع حلوة جدا وبتدي أحط فيها تاني الملح وحط الفلفل في الأداة بتاعة الفلفل وحط معهم بعض حبيبات الرز الني علشان تحافظ على الرطوبة إن الرطوبة ما تدخلش الملح وتحجر وتخلي الملح محجر أو طري زي ما بيحصل أحيانا عندنا في البيت النقطة اللي بعد كده تحرير بيان طلب بالمواد اللازمة للمطعم واستلامها من المخزن الطلب ده احفظ الكلمة اللي قولها لك هي ممكن تكون مش ملزم بها في المنهج ولكن خليها في ودانك لأنك هتحتاج لها في الشغل الريكوزيشن الريكوزيشن ده هتلاقيه زي دفتر كده لما تروح تشتغل إن شاء الله في أي مكان في أي فندق وهتلاقي إن المدير بتاعك أو المسؤول عنك بيجي كده في بداية اليوم ويقول لك ها الدفتر الريكوزيشن بتروح تجيب له الدفتر ده بيفتح الدفتر بيبقى مكتوب فيه الإدارة اللي هتطلب الحاجة ومطلوب فيه بيان بالحاجات اللي احنا طلبينها وبيبقى في الآخر الإنضة بتاعة المدير وبيبقى فيه مكان لإنضة حضرتك أو إنضة الشخص اللي هيروح يجيب الحاجات دي من المخزن وبالتالي الريكوزيشن ده بيكتب فيه الخمات اللي هي كأكل أو شرب وكذلك الأدوات يعني مثلا يا مستر أنا النهاردة افتقدت عشر كاسات بعد الكاسات ففيه كاسات مكسرة وعندي ترابيزات نقص عشر كاسات فبيعمل لك ريكوزيشن إن انت تروح المخزن تجيب كارتونة كاسات من هناك تجيب الكاسات تحطها وتخلي بقية الكاسات موجودة عندك في المطعم هو هنا عمل لك إيه؟ عمل لك بيان بإنك تسحى بالحاجة اللي انت عايزها من جوه المخزن نفس الكلام بيتم عن الأكل والشرب الطبخين السيرفز محتاجين ماتيريال محتاجين مادة يشتغلوا بيها محتاجين بطاطس محتاجين برجر محتاجين أي حاجة أي نوع أكل البارمة طلبين أزايز مية صغيرة وكبيرة طلبين سوفت درينك بيبسي وغيره وبالتالي بيتكتب الريكوزيشن ده مطلوب عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا بتروح حضرتك تستلمه من المخزن وتجيبه للإدارة بتاعتك وتسلمه للقسم اللي محتاجه النقطة اللي بعد كده بتقول تحضير الموائد للزبائن حسب الحاجز اليومي يعني ايه الكلام ده في بداية كل يوم بييجي المسؤول عن المطعم وبيبتدي يسأل إدارة الاستقبال الريسابشن في حد حاجز اه ده انت حاجز عند حضرتك عميل الساعة خمسة وعميل تاني الساعة اربعة وعميل الساعة سبعة بياخد جميع اسماء العملة وهيجوا الساعة كم واعددهم ايه وكمان لو كانوا طلبوا في التليفون نوعية الاكل اللي هياخدوها مش دايما العميل اللي بيحجز بيطلب نوع الاكل يعني ممكن العميل يتصل يحجز فيقول انا هاجي مسلا الساعة خمسة او الساعة اربعة وهبقى معي اربع افراد وبس كده ومسلا ممكن يكون جي قبل كده ففيه ترابيزة معينة كان قاعد عليها عجبته فبيطلب نفس الترابيزة اللي كان قاعد فيها وما يطلبش الاكل مش مشكلة لما بييجي بيطلب فيه عميل تاني بيقول كل الحاجات دي وبيطلب كمان الاكل انا احتاج كذا واحتاج كذا واحتاج كذا فكل الحالات بيجي المسؤول عن المطعم وبيبتدي يعمل كروت كارت الكارت ده بيتكتب فيه اسم العميل هيجي الساعة كان بالزبط عدد الافراد اللي هيكونوا متواجدين معا وبيبتدي يسلمهم للمسؤول عن الابراشن الابراشن اللي هو التشغيل تشغيل الصالب بيبتدي يمسك الكروت دي ويوزعها حسب الكباتن اللي موجودين جوه المطعم الكابتن اللي هو مسؤول عن عدد معين من الترابيزات فالكابتن فلان مسؤول عن الترابيزات من رقم واحد لستة مثلا فمن واحد لستة فيه ترابيزة رقم اربعة عليها عميل هيجي الساعة خمسة فبديله الكارت بتاعه بيمسك الكارت يحطه في منتصف الترابيزة ليه؟ كل الاجراءات دي بتتعامل ليه؟ لان وارد جدا يحصل راشتاين يحصل ضغط شغل في ضغط الشغل لو احنا ما عملناش كده ممكن ييجي المعاد بتاع النزيل اللي حاجز الترابيزة دي وما يلاقيهاش فضية يبقى في حد تاني قاعد وبالتالي تحطيت في دراب شكله سخيف جدا العميل بيتصل يعني عايز الساعة اربعة لما ييجي يلاقي الترابيزة بتاعه فضية ومحجوزة وبالتالي بنحط كارت عليها عشان اثناء الشغل لو نسيت ولا زميل ليه مش واخد باله وجاب ناس او جاب عميل جاي لسه دلوقتي ورايه هقعدوا على الترابيزة دي يكتشف ان الترابيزة عليها كارت يعني معنى ذلك انها محجوزة ويبتدي قاعد العميل اللي معاه في مكان تاني وبالتالي بيتم تحضير الترابيزات لو هيبقى متبلغ بنوع الاكل فبيتم تحضير الادوات الخاصة اللي هيستخدمها النزيل في الاكل اللي طلبه اما لو ما طلبش نوع الاكل بتفضل الادوات زي ما هي المفروشة الطبيعي اللي هو حسب نظام فرش المطعم سينجل كافر دابل كافر ألا كارت ايا كان بيتساب الاردر زي ما هو او الادوات زي ما هي ما بتتغيرش لو العميل ما طلبش نوع الاكل في التليفون النقطة اللي بعد كده تحضير موائد الخدمة ولا بد من مراعاة سهولة تحركها وتنظفها يعني ايه الكلام ده ايه موائد الخدمة أصلا المفترض ان جوه المطعم المطعم الرئيسي بيبقى مطعم كبير جدا وما بين كم ترابيزة مثلا نقدر نقول كل مثلا عشر ترابيزات بيبقى موجود محطة او مائدة بيتقال عليها محطة خدمة بيتحط عليها الادوات اللي احنا ممكن نعمل عليها تيرن اوفر يعني ايه تيرن اوفر يعني ترابيزة العميل قام ومحتاج وعندي ضغط شغل ومحتاج ان انا افرش الترابيزة تاني يعني العميل كل خلاص هو اسرته ومشي وبالتالي الترابيزة ما بقتش بقى نضيفة زي الاول فبيبتدي ندخل بنرفع الادوات اللي مش نضيفة والادوات اللي مش نضيفة بيطلق عليها دبرساج دبرساج واحفظ الكلمة دي ممكن برضو ما تكونش موجودة في منهجك ولكن احفظها لانها تفيدك في حياتك لانك مش هتلاقي حد بيقولك ارفع الترابيزة اللي مش نضيفة او ايا كان لفظ ما ينفعش يتقال وبالتالي بيقولك ارفع الدبرساج الدبرساج يعني الادباء اللي تم استخدامها ناس كالت ومعالق ناس استخدمتها وشوك وسككين فده أصبح دبراساج بيتم رفع الدبراساج وبيتم عمل كرامبل على التربيزة يعني تنظيف للفتات لو في ردة لو في رز واقع أي حاجة زي كده بتتعمل من على التربيزة بتتشال من على التربيزة وبيبتدي هندلة المفرش يتزبط المفرش وتتفرش من أول وجديد بيبقى محطة الخدمة عندي جهزة عليها الأدوات اللي أنا قدر أخذ منها شوكة سكينة معلقة طبق أيا كان وفرشه على التربيزة بتاعتي سريعا فلازم تكون المحطة دي نفسها محطة الخدمة دي نفسها لازم تكون نظيفة ولازم يكون تحركها سهلة ما تكونش تقيلة أوي لأنه ممكن أبقى عايز يعني أجيبها في أي جنب علشان سهولة الحركة بتاعة الاستفق أو المرور من جوارها النقطة اللي بعد كده تحضير الخبز والزبدة ولا بد من وضع الزبدة في مكعبات تلج طبعا المعلومة ممكن تكون غريبة عليك شوية أو على سنك هو زبدة يعني إيه هو أنا هاعد أكلها كل زبدة أنا جاي أكل لحمة وفراخ يعني معلش زبدة اللي هاكلها خد بالك بقى من معلومة الزبدة دي كويس أبا من المتعارف عليه على مستوى العالم احتساء الخمور عند أغلب فئات المترددين على الفنادق وجميع الطبقات فهنلاقي إن أغلب الناس والأجانب بالذات يعني بيحتسل خمرة بيشرب خمور تمام وبالتالي لو كل مباشرة بعد آخر مرة كان شارب فيها خمور ده هيتسبب في تقلصات لمعدته ممكن توصل للقيق إن هو يرجع يعني يجيب اللي في معدته وبالتالي قطعة الزبدة اللي بتتحطى على الترابيزة والعميل بياخد منها هي أول حاجة قبل ما بيأكل أي شيء بتعمل زي غلاف بيغطي جدار المعدة وتحميها من أي أكل نازل تاني علشان التقلصات والحاجات دي وبالتالي لازم يتحط العيش التوست الخبز التوست ده وإطباء الزبدة على الترابيزات قبل العميل ما يطلب أي حاجة العميل أصلا مش هيطلب ومش هيكل أي حاجة إلا ما ياخد قطعة زبدة على لقمة عيش وبالتالي الزبدة كمان لازم تتحط في باول كده طبق بنقول عليه باول اللي هاتبولة يعني بيتحط فيه مكعبات من التلج مع العلب الصغيرة بتاعة الزبدة علشان دايما تبقى مجمدة وما تسحش لأي سبب من حرارة الجو النقطة اللي بعد كده التحضيرات الأسبوعية احنا اتكلمنا عن التحضيرات اليومية والحاجة اللي لازم نعملها كل يوم قبل ما العميل ييجي لكن التحضيرات الأسبوعية دي حاجة بنعملها كل أسبوع زي تنظيف السجاد وغسله وزي تنظيف الأرضية وتلمعها يعني إيه الكلام ده وبعمله إزاي كل أسبوع مفترض إن أنا كل أسبوع ببتدي كل أسبوع يعني ممكن في نهاية الويك اند في نهاية الخميس بالليل في نهاية الجمعة بالليل ببتدي إن أنا أجمع السجاد اللي موجود في المكان كله وبتدي أغسله أغسله بالكربت شامبو بالمكانة الغسيل بتاعة السجاد وببتدي أشيل منه أي بقع تكون موجودة كذلك الأرضيات وتلمعها لو أنا الأرضيات عندي ما فيهاش سجاد أو مكت والأرضيات عبارة عن رخام أو برسلين أو إلى آخره ممكن يحصل أثناء الشغل طول الأسبوع بقعة على الأرضيات دي وبالتالي بيتم تنظفها وتلمعها في نهاية الأسبوع النقطة اللي بعد كده تنظيف البقع العالقة بالفضيات يعني إيه الكلام ده الفضيات قلنا اللي هي الشوك والسككين والمعالق إلى آخره دي الفضيات الفضيات دي بتتغسل كل يوم يومياً بتتغسل بس باجي في نهاية الأسبوع بمسك كده كل الفضيات اللي عندي ودور فيها قطع قطع لو لقيت قطع فيها بقعة مش عايزة تطلع ببتدي بقى أجمع الحاجات دي وابتدي أستخدم لها مادة من مواد إزالة البقعة من الفضيات زي حاجة اسمها الدبت مثلاً الدبت ده بيبتدي يتحط منه كمية على المية وعلى الأدوات السلفر اللي فيها بقعة مش عايزة تطلع وببتدي أجيب ورق من ورق الفوم اللي هو بنغطي بيه الأكل ده الورق السلفر الفضة ده وببتدي أعمله كور كده وحطه معاهم في نفس الحلة أو نفس الحاجة اللي أنا هاخسل فيها واسبهم يتنقعوا وبعد كده ببتدي أفضل المية دي بحرص وببتدي أطلع الأدوات واشتفها مش هلاقي فيها البقعة بعد كده تنظيف أبريق الماء بالملح والخل أبريق المية لازم يتنظف بملح وخل علشان ما يبقاش فيه صدى فيما بعد يعني لو الأبريق ده من اللي استلس ومتساب فيه مية مية بس هلاقي بعد كده أنه هو بدأ يصدي فبخسله بالمية والخل تنظيف وغسيل الملاحات بعد تفرغها دايماً لما الملاحة تفضى خالص قبل ما ملاها لازم أخسلها من جوة وكمان بعد ما خسلها نشفها ما ينفعش تخسلها وترجع تستخدمها داييركت من غير تنشيف لأن بواء المية اللي جوة الملاحة لو حطيت الملح هتبتدي تعمل رطوبة ويبتدي الملح يمسك في بعضه ويعجن ويعمل كرات بعد كده تنظيف عربات وطولات الخدمة العربية بتاعت الخدمة اللي قولنا عليها بيبقى محطوط عليها الأدوات اللي بستخدمها أو الأدوات اللي تم رفعها من الترابيزات اللي هي الدبرساج لازم الترابيزة دي نفسها لازم بتنضف لأنها موجودة جوة المطعم آه ممكن أكون بخط عليها الدبرساج على بالما جمع ترابيزتين ثلاثة وابتدي روح بيهم على المطعم على الستيور على مكان التنظيف ممكن ولكن لازم الترابيزة نفسها يكون دايما شكلها نظيف لأنها جوة المطعم وما ينفعش العميل يعني تقع على حاجة مش نظيفة بعد كده متابعة تنظيف مخازن الأدوات والمعدات المخزن نفسه اللي بيبقى فيه الأدوات والمعدات لازم بيتعمل له تنظيف أسبوعي ما ينفعش يبقى راصص عندي في المخزن أكل وشرب وأي حاجة وأدوات وكاسات وكل حاجة عندي وسيب المخزن ده مش نظيف ده بالعكس ده لازم يتنظف ويتعقم لأن دايما المكان اللي بيبقى فيه كاراتين كتير عرضة لوجود حشرات وبالتالي لازم كل فترة بيتم نقل السنديق المحطوطة دي سواء سنديق أكل أو سنديق شرب أو سنديق عدة يتتحرك من مكانها ويتم التنظيف حواليها ويتم رش بعض المبيدات والكحليات الآمنة اللي هي ما تئزيش البشر لكنها في نفس الوقت تطهر المكان من أي حشرة قد تكون موجودة وبالتالي العملية دي بيتم برضو أسبوعية بعد كده تنظيف القواطع المستعملة في المطعم القواطع هو كل أداة بنقطع بيها وخصوصا التقطيعات الكبيرة يعني لما تيجي تقطع مثلا مندي تقطع مثلا فاخدة خروف الحاجات دي كلها المقطع دي لازم دايما تتنظف تنظيف قوي جدا ولازم تتعقم تعقيم قوي جدا لأنها بتمسك ريحة الحاجة اللي انت قطعتها بتمسك فيها وبالتالي ما ينفعش تستخدم الحاجة تانية إلا ما تتنظف تنظيف قوي وتعقيم قوي بعد كده تنظيف أغطية الأضواء يعني إيه أغطية الأضواء بنجد كده إن في الجاردن أو في التراس بتاع المطعم إضاءة في الأرض كشفات في الأرض كده الكشف ده بيبقى عليه غطى الغطى ده بيبقى من طبعا مطلعة الضوء وبيبقى شكله جميل جدا فبرضه بنجي كل أسبوع وبنعمل عملية تنظيف للأغطية دي عشان كتر الأتربة هتخلي الإضاءة مش طالعة بنفس الوضوح ونفس الجمال اللي هي عليه وبالتالي بنجي في نهاية كل أسبوع من ضمن التحضيرات الأسبوعية اللي بنعملها إن بيتم تنظيف وتلميع أغطية الأضواء كذلك تنظيف عربات التقطيع والحلويات موجودة عندي في المطعم عربية للتقطيع وعربية للحلويات طب إيه عربية التقطيع دي؟ بيلاقي إن أنا عندي عربية تقطيع وشخص كمان بيشتغل عليها اسمه مسؤول أعمال التقطيع الناس دي مهمتها أو مسؤول أعمال التقطيع ده والعربية دي مهمتهم إن لما يكون عندي عزومة كبيرة أو ناس كتير قاعدين على ترابيزة واحدة وطلبين حاجة دي كرومي أو حاجة كبيرة كده هتتقطع فما ينفعش إن هم بنفسهم بقى زي ما بنشوف في الأفلام كده ويقطع والشكل ده طبعا ما ينفعش وبالتالي بيجي مسؤول التقطيع بالأدوات بتاعته السكينة والترانش والمقاطع وبيبتدي هو يقطع وياخد اللباء ويحط لهم بالتساوي وبإسمة العدل ما بين كل الناس اللي قاعدة فتبقى دي مسؤوليته الترابيزة نفسها بتاعت التقطيع لازم بتتنظف كل أسبوع وبيتم متابعة نظافتها كل أسبوع لأنها موجودة فين؟ موجودة قدام العميل الناس قاعدة على الترابيزة ومستنية مسؤول التقطيع يقطع لهم علشان ياكلوا فهم قاعدين شايفين وهو بيقطع فبالتالي الترابيزة اللي شغال عليها لازم تكون ترابيزة نظيفة جدا نفس الكلام ترابيزة الحلوة الترابيزة اللي بيبقى محطوط عليها ومرصوص عليها الحلوات الشرقية الحلوات الغربية أي أن كان نوع الحلويات لازم تبقى الترابيزة نفسها كمان نظيفة جدا بعد كده بعد التحضيرات عندي حاجة اسمها توزيع الأعمال إيه المقصود بتوزيع الأعمال؟ يقصد بتوزيع الأعمال توزيع الأعمال على عاملين كل حسب رتبته طيب انت تقول لي رتبته دي احنا بنسمعها في الجيش في الشرطة هو في الفنادق في رتبة اه طبعا في الفنادق في رتبة واخد بالك كمان ان الفنادق هتلاقي فيها من ريحة الجيش شوية حتة الأقدمية يعني في الجيش وفي الشرطة وفي الأماكن الجميلة دي بتلاقي حتة الأقدمية يعني الأقدم منك بأسبوع هو هد عليك هو ليه أردر عليك طبعا هنا الهيد والأردر مش عنف يعني وتحكم وسلطة لا هو الهيد عليك يعني هو عنده خبرة عنك هو بقاله في المكان أسبوع انت لسه جاي النهاردة وبالتالي هي الأقدمية هنا مطلوبة الأقدمية بتستفاد بخبرة القديم بتستفاد بتوجهاته انت بتبقى رايح المكان مش عارف تتحرك إزاي وتروح فين وتتصرف إزاي وهو بيساعدك في ده كله وبالتالي بيبقى فيه رد من أول القديم وبعد كده للناس حسب ترقييتها لما هنقول الباسبوي دي أول ردبة أصغر واحد في الإدارة لو هنتكلم عن السيرفز يعني بعد الباسبوي بلاقي الويتر بعد الويتر بلاقي الكابتن بعد الكابتن بلاقي الهيد ويتر وفي بعض الأماكن اخترعت مسمى سينيور كابتن فها سواء السينيور كابتن وبعد كده الهيد ويتر بعد كده الأوبرايشن مانيجر بعد كده الميتر دوتال يعني لآخره كل دي اسمها رتب كل واحد أعلى من الثاني حسب الدرجة الوظيفية بتاعته فبيجي أعلى ردبة اللوة بتاع المكان بقى اللي هو مدير المكان كله مدير المطعم بيبتدي يوزع الأعمال على الناس اللي شغالة كل واحد حسب ردبته يعني أنت ردبتك كشيف وشيف حلو ماينفعش أقولك يا شيف يا بتاع الحلو تعالى اعمل سوي لي خروف في الفرن هو انت خصصه بيعمل طرطة بيعمل جاتوهات بيعمل حلويات شرقية يبقى أنا كده ما وزعتش الأعمال بتاعتي صح فأنا بوزع الأعمال حسب ردبة كل واحد وحسب شغل كل واحد النقطة التانية من مراحل خدمة الطعام مراحل خدمة المائدة نفسها أول حاجة الاستقبال مراقبة المدخل وتحية الضيوف بابتسامة بمجرد وصلهم يعني إيه مراقبة المدخل يعني المسؤول على أن هو يكون واقف جنب المدخل بتاع المطعم أنا مصور يعني ما يبقى شواقف نايم أو ما يبقى شواقف بيتكلم مع صاحبه أو مع زميل لي وسايب المدخل خالص وفجأة إليه العميل بقى واقف قدامه لا من وقت للتاني حتى لو بيتكلم مع حد أو حتى لو بيبص على أي حاجة تاني في المكان يبقى عينيه راح على الباب كل وقت لأن بمجرد ما عينيه راحت على الباب بيبقى واخد باله يعني بتلتفت إن في عميل داخل عليه دخلة العميل عليك غالبا طبعا زي ما قلنا قبل كده بيتم اختيار بنات للمهمة دي بتبقى اسمها هاستس مضيفة المضيفة دي بتبقى بتكتسق بتبقى معها مهارة اللغة كتيرة جدا بتتكلم أكتر من لغة وبتكون لابقة جدا وأسلوبها حلوة بتسامتها حلوة وبالتالي هي مهمتها غاية في الخطورة ليه؟ لأنها بتعمل زي فلتر للعميل العميل بيعدي منها مبسوط رايح المكان مبسوط غير ما يلاقي حد مكشر في وشه ولا متقابله بتنشنة وبتاع فدخل المكان قرفع لكن الهوستس دي بتقابل العميل بالشياكة جدا بابتسامة وبترحيب وبتبتدي أحيانا كمان في بعض الأماكن اللي بتخلي مع الهوستس ورد ورد فبيجي العميل سبع الخير أو مساء الخير أو حسب التايم مساء مساء الخير يا فندم شرفتنا حضرتك وبتبديله الوردة وبتبتسم وبتسأله حضرتك حاجز عندنا طيب اسم حضرتك إيه لو هو حاجز ولو مش حاجز أتشرف باسم حضرتك خدوا بالكوا تكلمنا قبل كده أن العمل النهاردة بيحبوا أن هم الناس اللي شغالة في المكان تكون عارفة أسمائهم فدي نقطة مهمة جدا النقطة اللي بعدها الاستفسار عن الحاجز عند وصول الضيف ودي أشرت ليها في الجزئية السابقة لازم أسأل العميل هو حضرتك حاجز ولا لا لإني لو ما سألتش وخدته كده دايركت ممكن العميل يكون بيتكلم في التليفون يعني داخل المطعم فيقابلني باتسامة سريعة كده بس مركز مع التليفون بتاعه وهو حاجز وأنا ما سألتوش وبالتالي روح أقعده على طرابزة غير اللي حاجزها فبالتالي يحصل هنا عندي دروب في الشار فلازم أن أنا بسأل العميل حتى لو شايفه بتكلم في التليفون فأنتظر ما ابتديش أتحرك لأن أنا لو تحركت هيتحرك معايا فببتدي أفضل وقفة كده مكاني أو أفضل وقف لو أنا يعني شخص راجل اللي بيستقبل لحد ما ينتهي من التليفون وبتدي أكمل ترحيب بيه واسأله عن الحاجز بتاعه وابتدي أوجهه للمائدة اللي قاعد فيها النقطة اللي بعد كده استحاب الضيف للمائدة راعي دايما سواء ولد أو بنت وانت مصطحب الضيف للمائدة انك ما تمشيش وراه وفي نفس الوقت ما تمشيش أصاده انت تبقى ماشي جنب الضيف ومادد ايدك زي بترحب به يعني مادد ايدك كده اللي هو طريقة ترحيبية فالعميل هنا بيبتدي يتحرك معاك ما تمشيش وراه لأنه طبعا مش منطقي يبقى العميل ماشي وانت ماشي وراه ومش من الاتيكيت والشياكة ان انت تبقى ماشي والعميل وراك انت بتتحرك ورايح وراك كده مش فاهم حاجة لا انت بتبقى ماشي جنبه وبترحب به ونورتنا حضرتك ولهو كان جي قبل كده وفيه فرند اللي حصلت بينك وبينه يعني بقى عارفك وعارفه فبتطمئن عليه لو ما تعرفوش فبتتمنى له هابيميل واجبة جميلة واقامة جميلة في الفندق بتاعنا وان شاء الله المكان كله يعجبك وكلنا في خدمة حضرتك وكلام من الكمبل مول جميل ده وبتبتدي تستحبوا لحد المائدة وانت ماشي بجواره وتوصلوا للمائدة بنجي بعد كده نلاقي النقطة اللي بعدها اخذ الطلبات اخذ الطلبات بيبقى مسؤول عنه الكابتن اللي هو رئيس الخدمة او مسؤول الخدمة انت انت كهوستس او كراجل او كلو شخص يعني استخدم العميل ووصل بيلي الترابيزة هنا وقف عند الكابتن الكابتن ده هو اللي بياخد العميل يبتدي يفتح الكرسي ويقعد العميل وزي ما قلنا قبل كده بيبدأ بالليدي بالسيدة ليدس فرست السيدات اولا فبيقعد الست الاول وبعد كده بيقعد الراجل وبعد كده بيبتدي ياخد الطلبات بعد الترحيب بالضيوف تقدم قوائم الطعام ومراعاة السيدات اولا يعني حتى مش مجرد ان هو بيقعد الست بس الاول ده لما بيجي يقدم قائمة الطعام نفسها برضو بيقدمها للسيدات أولا بعد كده شرح قائمة الطعام ومكوناتها طبعا في ناس ممكن توقف عن النقطة دي وتقولك طب ما قائمة الطعام مليانة مكونات قائمة الطعام مليانة أكل وانا هقعد أشرح ده كله لا هو يقصد هنا أنك تكون قادر على شرح أي أردر العميل يختاره وقال لك ده بيتعمل إزاي يعني العميل النهاردة ممكن يكون متعود يأكل مثلا مثلا هنقول ده نوع من أنواع صدور الفراخ اللي بتبقى محشية جبنة متزارلة وبتاخد صوص المشروع طيب دي طريقتها والطريقة المعروفة فهو أكلها في مكان بالطريقة دي فنسألت له خد بالك أن في ناس ساعات بتخترعه وبتزود حاجات بتنقص حاجات فهو أسأل الأول بيتعمل إزاي في المكان ده أنت أول مرة تروح وبالتالي بيسألك أنا نفسي أكل التشيكن على كينجة بس بتعملوه هنا إزاي فهو خايف لحسن أنت تقول له إحنا بنزود هنا رحان أصل بنزود مثلا أي حاجة أي حاجة مثلا فلا أنا مش عايز أنا عايز بالاستندر بتاعه اللي هو أنا بأكله بنفس الطريقة لكن ما ينفعش هنا وانت وقف قدام العميل يسألك عن قيمة عن حاجة في القيمة بتاعت الأكل وتقول له طب معلش أستأذن حضرتك وتثيبه وتقوم رايح المطبخ وتسأل شاف شاف الحاجة دي بتتعمل إزاي يبقى أنت كده مش واصق من نفسك ومش متمكن من شغلك نهائي وبالتالي بتقف قدام العميل مالي نفسك كده ومالي مركزك الأوردر دي بتعمل إزاي؟ فاندم الشيكن ألاكنج عبارة عن صدور فراخ بتبقى محشية جبنة متزارلة وبتنزل على النار بتاخد تشويحة في زيت الزتون وببتدي حضر لها سوس المشروم ونزل سوس المشروم معاها في الطاصة وببتدي أصبها في الطبق مع الصيد اللي حضرتك بتحبه رز أو خضر سوتي أو رز وخضر سوتي أو الحاجة الصيد اللي بيتقدم معها يعني فلازم تكون واصق من نفسك وحافظ القيمة بتاعتك ويس جدا عشان ما تتفاجئش بأي سؤال من النزيل النقطة اللي بعد كده يراجع الطلب على مسمع الضيف للتأكد من التدوين الصحيح انت بتاخد الأوردر من النزيل أغلبنا بعد ما بيكتب وراء حد بيروح يقول إيه الخط ده أنا مش فاهم حاجة انت نفسك بتقول مش فاهم انت كاتب إيه وبالتالي لازم تراجع الأوردر تاني مع العميل عشان لو في حاجة مش واضحة في خطك توضحها لنفسك وعشان لو في حاجة العميل انت سمعتها غلط تقدر يعني تقدر تستعبها وتكتبها صح طب إزاي في أوردرات بيبقى أسماءها متشابهة زي مثلا I'm sorry لا مثلا نقول chicken bunny wascalop bunny مثلا فممكن جدا العميل يطلب chicken bunny فأنت تسمعها escalop bunny أو يطلبها escalop bunny فأنت سمعها chicken bunny فما تاخدش الأوردر direct تكتب الأوردر ورا العميل وخلاص على كده لا انت بتتأكد تاني بعد ما كتبت الأوردر كله طب أستأذن حضرتك أعيد على سياتك الأوردر مرة تانية يقول لك تفضل حضرتك طلبت كذا وكذا 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 حتى وانت بتقول هو هيبقى بيسمعك فلو هو كان طالب تشيكن لكن ان تشيكن بني وانت كاتب اسكالوب فهيقول لك لا لا أنا طالب كذا فتبتدي تعدل الأوردر بتاعك النقطة اللي بعد كده الكتابة بخط واضح قلنا انك لازم تكتب بخط واضح علشان تعرف تقرى خطك علشان تعرف لما تسجل أوردرك لو انت المكان شغال بكابتن أوردر فالكابتن أوردر ده بيبقى من أصل وصورتين والصورة منهم بتروح للمطبخ واللي هيقرى الورقة دي الشيف فالشيف مالوش زنب يتظلم بخطك الوحش فلازم يكون خطك حل وواضح والشيف هيقرى الخط ده عشان يقدر يطلع لك الأوردر صح أما لو انت شغال في نظام أو في مكان بيدعم السيستم يعني نظام جهاز فانت اللي هتقرى وانت اللي هتكتب أوردر هيطلع من الجهاز بخط واضح والشيف هيقرى في قراء بس انت نفسك ممكن بعد ما توصل للجهاز عشان تكتب تلاقي نفسك مش عارف تقرى خطك وبالتالي لازم يكون خطك واضح بعد كده تسليم بيان الطلب للمساعد بعد ما خدت الأوردر بيان الطلب اللي هو الصورة اللي احنا قلنا عليها تمام؟ ولو نظام سيستم فهو السيستم تلقائي بيروح على الكيتشن على طول أما لو نظام كابتن أوردر فانت بتسلم الورقة الصورة دي بتديها للمساعد اللي هو الويتر اللي بيشتغل وراك لو انت كابتن والويتر بيقوم مسلمها بدوره للباسبوي الباسبوي بيروح الكيتشن يسلم الأوردر طبعا مع مراعاة انك تكتب الوقت يعني العميل مثلا انت واقف بتاخد منه الأوردر الساعة 4 العصر مثلا خلاص انت كاتبت الأوردر بتقوم كاتب الساعة اللي الأوردر ده تطلب فيها سي مثلا 4 و 5 مساء علشان تبطل على الكيتشن ان هو الأوردر اتأخر او متأخرش حسنين تلسه جاي بالأوردر طبعا مع كامل احترامنا للشفاة كلهم حبايبنا يعني ولكن أحيانا ممكن الأوردر يتأخر فالشف يقولك انت لسه جاي بالأوردر انت لسه جايبه حالة من 5 دقائق وكون انت مودي من 3 ساعة او من 4 ساعة فلازم دايما تركز في النقطة دي وتكتب الـ time على الأوردر علشان يكون الأوردر معروف بياخد ربع ساعة بياخد 3 ساعة ماكسيمام 25 دقيقة تبقى عارف ان الأوردر كده مدته تأخرت او كده مظبوطة وتقدر تستلمه بعد كده سحب القوائم من أمام الضيوف سحب القوائم من أمام الضيوف يعني بعد ما خدت الأوردر بتاعك وكتبته بخط واضح وخلاص شفت الناس عايزة ايه وعدت عليهم الطلب تاني وتأكدت بتبتدي ترفع قوائم الطعام من قدامهم بنيجي بعد كده الخدمة الطعام نفسها يقوم المساعد بخدمة الماء ووضع الخبز وأطباء الزبدة المساعد اللي هو الويتر انت خلاص انت ككابتن خدت الأوردر بتاعك فبيبتدي يجيب المية دايما لما بيجيب المية من على البار المساعد بيراعي ان اللوجو أو الشعار بتاع إزازة المية يكون واضح للمائدة اللي هو داخل عليها يعني الراجل بتاع السيرفز دا المساعد اللي هو الويتر دا وهو رايح على التربيزة وشايل إزازة المية يراعي دايما ان الشعار إزازة المية اللوجو واسم المية دي يكون في مواجهة العميل والعميل شايفة وبيبتدي يعمل سيرفز للمية بتاعته سرفز المية بيبتدي إن هو يفك الغطى بتاع المية ويحطه في إيديه وإيدي اللي فيها الغطى اللي غالبا بتبقى إيديه الشمال بيحطها وراء ظهره وبيمسك إزازة المية ويبتدي يصب في الكاس بتاع العميل وبرده بيبدأ بالسيدات أولا طبعا يراعي جدا إن إيدي ما تبقاش مرفوع الفوق علشان المية ما تعملش صوت وهي نزلة في الكاس بيبقى زي كده إيه أكين يبقى صب على رقسوس مثلا ما ينفعش ولا إن أنا حط البق بتاع إزازة المية على الكاس أخباط أبقى حط لمسه في الكاس كده لا لا يبقى عالي ولا يبقى خابط في الكاس بيبقى حاجة بسيطة مسافة بسيطة كده وبيبتدي يصب المية بتاعته لحد تلتين الكاس وستب مش بيهمل الكاس لأخره خالص والعميل ييجي بقى هو بيرفع المية طوال تدلق منه لحد تلتين الكاس أكتر من تلتين الكاس حاجة بسيطة وبنسميه حد الزوء بنسميه حد الزوء بعد ما بيصب المية بيبتدي يرفع الإزازة بتاعته وليها طريقة برضو أسازتنا الأفاضل في المدارس الفندقية المسؤولين عن النظام العملي المفترض هيدربوكوا على الكلام ده فبترفع إزازة المية وبتصب الكاس اللي بعده وبترفع إزازة المية وبتبتدي تغطيها تاني وتخطها في منتصف الماء ده أنت كده عملت السيرفز بتاع المية بتاعتك بعد كده بتجيب الطباق بتاعت التوست الخبز العيش وطباق الزبدة وتكلمنا طبعا عن مدى أهمية الزبدة على الترابيزات النقطة اللي بعد كده تحضير الأدوات اللازمة وتغيير ما يلزم من أدوات يعني إيه الكلام ده الكوفير مفروش على الترابيزة طبق وسكينة وشوكة وسكينة وشوكة ومعلقة وطبق زبدة وسكينة زبدة وسكينة حلوة وشوكة حلوة طبق مفروش كده الأوردر مفروش كده والمعلقة طبعا بتاعت الشربة تمام؟ وده الستاندر بتاعه بس العميل اللي قاعد ده طلب سمك وبالتالي هنا بابتدأ غير بقى في الحاجات اللي مفروشها دي في سكينة هنا وشوكة السكينة والشوكة دول بتوع رسته بتوع لحمة وبتوع فراخ وهو طلب نوع سمك من الأسماك اللي بتحتاج خلي وهو برضو خد بالك إن في بعض أنواع الأسماك اللي ما بحطش فيها سكينة السمك وشوكة السمك زي مثلا الفلي السمك الفلي بيتتاكل عادي بسكينة رسته وشوكة رسته لأنه هو فلي لكن السمك السليم المقفول زي السمك سمك موسى الأسماك دي بيبتدي إن أنا أنزل سكينة سمك وشوكة سمك وبالتالي أنا عملت تغيير للأدوات اللي محطوطة على الترابيز نقطة اللي بعد كده تقديم التوابل والثلصات التوابل هتلاقيها في منهجك كده بيقولك مثلا بيقولك عليها الميناج Oil and vinegar, ketchup and tobacco, mustard, toast picks الحاجات اللي هي ايه يعني بتدي تست بتدي طعم حلو زيادة للأكل وطبعا ضيفين معاه التوسبكس اللي هي خلت السناء ده في الحامل اللي بتحط فيه الحاجات دي فطبعا بتبتدي تنزل الحاجة دي برضو على الترابيزة العميل هيحتاج الزيت والخل هيحتاجهم في ايه؟ هيحتاجهم في طبق صلطة طلبه هو كده كده طبق الصلطة بيتخدم وبيتحط له الزيت والخل بتاعه في المطبخ ولكن برضو بنسب بسيطة شوية زي ما بينراعي الملح كده عشان العميل لو عايز يزاود زيت أو عايز زاود خليه يبقى الحاجة موجودة عنده نفس الكلام الأوردر فيه بطاطس فيه هيحتاج كاتشب الأوردر فيه مشويات فيه يحتاج المستردى الى اخره من الحاجات اللي بتدي تستل الأكل دي فبيبتدي ازودها على الترابيزة النقطة اللي بعد كده تقديم المأكلات خطوة بخطوة والنقطة دي مهمة جدا احنا عندنا في عادتنا وتقاليدنا ان لما بنعض على الصفرة أو على الطابلية الأكل كله بينزل دفع واحدة ومرة واحدة يعني مثلا مثلا عندنا رز وعندنا شربة وعندنا فريخ وعندنا كله بيتخط مرة واحدة وكلنا بنمسك المعالي ان اكل مرة واحدة في كل حاجة في نفس التوقيت احنا كده عادتنا وتقاليدنا في بيوتنا كده لكن الأكل الصحي انك تاكل step by step خطوة بخطوة انك تبدأ الاول تهيأ معدتك وتعرفها ان انا هيكل فتنزل لها شوية شربة بعد كده تديها شوية صلطة الصلطة مغزية جدا في نفس الوقت بتقلل الدهون وبتعمل عملية تشبع للمعدة علشان تقلل المرحلة اللي بعدها لو ما كلتش الصلطة هتلاقي نفسك داخل بقى على الرز والمعجنات والحاجات اللي بتعمل fatting حاجات اللي بتتخن تلاقي نفسك بتاكل فيها بكمية كبيرة فتلاقي دايما الأجسام عندنا مش متزبطة شوية لكن الأكل الصحي بيقولك تبدأ بالشربة تبدأ بعد كده بالصلطة بعد كده لو في معجنات هتاكلها وتبقى بنسبة بسيطة بعد كده الأطباق الرئيسية اللحوم والفراخ والكلام ده في الاخر خالص بتختم بالديزرت اللي هو الحلو وبالتالي بيتم خدمة الطعام بنفس الطريقة العميل طلب الأكل بتاعه هو بيطلبه عشوائي خد بالك إن النزيل مش مكبر إنه هو يطلب الأكل بالترتيب يعني هو ممكن يقولك مثلا عايز اسكلوب دي الحوم بعد ما يقولك عايز اسكلوب فيقولك عايز اه اونين سوب عايز شربة بصل اه بعدها يقوم يقولك عايز ديزرت كزا نوع حلو مثلا هاخد مثلا اي حاجة برفيتلورن اي حاجة جاته مثلا سوريه اي حاجة فهو طلب الأوردر ملخبط هو طلبه ملخبط بس إنت مسؤول إنه إنت تنزلهله بالترتيب السليم بتاعه حتى قيمة الطعام نفسها لو حد فينا دخل أماكن ومسك قيمة الطعام كده وفتحها هتلاقي وهتلاحظ إنه أول حاجة بتفتحها كده الشربة تلاقي مكتوب فوق كده سوب بالإنجليش الشرب وتلاقي أنواع الشربة تقلب الصفحة اللي بعدها لو الشرب خلصت تلاقي ايه؟ السلطات بعد السلطات تلاقي بقية الأوردرات بتاعتك وبالتالي لازم يتخدم الطعام وينزل الأكل خطوة بخطوة بعد كده متابعة خدمة الماء يعني كل فترة ببتدي أشوف العميل بتاعي محتاج مية ولا لأ أنا صبيت الكاس في أول ما العميل قعد والعميل خلاص بدأ يشرب من الكاس ده ويستهلك من الكاس ده وبالتالي أنا باجي بعد عشر دقايق كده بشوف الكاسات لو نقصت بقوم رايح تاني بنفس الطريقة اللي أنا عملتها بفتح الإزازة بحط الغطة في إيدي ببتدي أصد واملى الكاسات بتاعت النزيل تاني بعد كده سؤال الضيوف عن رغباتهم في مشروب يعني بسأل النزيل هو محتاج ياخد درينك ولا لأ مشروب بقى طبعا ده غير المية العميل خلاص بياكل أو في منتصف الأكل أو في نهايات الأكل فبدخل وبراعي جدا إن ما يكونش دخولي في توقيت العميل بيتكلم فيه مع العميل اللي معاه أو العميل فبقه أكل دايما طراعي النقطة زي قبل ما العميل هيحط الشوكة ويبتدي يأكل وما بيكلمش للقصادة أمرائح مثل خليف أنه محتاج تحب تشرب حاجة مع الأكل مثلا ده أنت كمان يفضل أكتر إن أنت من البداية خالص تاخد طلبات المشروبات يعني أنت بتاخد أردارات الأكل تسأله حضرتك هتحب تشرب حاجة مع الأكل ولا لأ ولا حضرتك هتحب تشرب حاجة بعد الأكل ولا لأ فبتاخد طلبات المشروبات وبتبتدي تنزلها حسب التايم اللي العميل طلبها طلبها مع الأكل أوكي طلبها بعد الأكل أوكي نقطة اللي بعد كده رفع الأدوات عند انتهاء الضيوف يعني العميل خلص أكل فبتدي أرفع الأدوات دي الأدوات دي اللي هي اسمها إيه؟ ديبرا ساجو وقلنا الكلام ده من شوية واحفظه كويس جدا بتبتدي ترفع الأدوات وغالبا بتبقى الأدوات بتترفع برضو ستيب باي ستيب يعني أنا لو نزلت للعميل أول حاجة الشربة وهو خلص خلص الشربة قبل ما بنزل الطبق اللي بعد الشربة واتفر مثلا لو قلنا مثلا السلطة مثلا قبل ما بنزل طبق السلطة بكون رفعت طبق الشربة والمعلقة بتاعت الشربة وبنزله طبق السلطة خلص السلطة فببتدي ارفع طبق الصلطة ومعلقة الصلطة او سكينة الصلطة وشوكة الصلطة وبعد كده بقوم بنزل الوردر اللي بعد وهكذا يبقى كل اوردر العميل بياكله وبيخلصه برفع الحاجة بتاعته تمام؟ طيب خط بالك من نقطة مهمة جدا افرض العميل هو عارف النظام بس هو مش عايز كده لا لا بص ما تنزليش الاكل حتة حتة نزلهولي كل مرة واحدة كده كل الاكل مرة واحدة ما ينفعش تقول له يا فندم ازاي حضرتك انت كده ما تفهمش يا فندم لا لا ملكش دعوة هو العميل طلب كده اوكي خلاص في الحالة دي بيجي الويتر بتاعك بيجاهز الاكل كله دفع واحدة على التري كبير على الصناية الكبيرة اوكي وبيحط بقى الشربة والسلطة وكل حاجة طلبها العميل وبتنزل كلها مرة واحدة كل مرة واحدة على التربيزة لاني ده طلب العميل في الحالة دي لما العميل بيخلص بتلاقي ان التربيزة بقيت مليانة بقى يتبق فضيوش وكوسككين ومعالق ودنيا بيزة خالص فبيدخل هنا اصبح كل اللي على التربيزة ده اسمه ايه؟ دي براساج بيدخل بعد كده القائم بالخدمة يرفع الدي براساج بعد ما رفعنا الدي براساج في نقطة مهمة جدا هي الكرامبل الكرامبل ان انت بتعمل عملية تنظيف للتربيزة من اي فتاة خبز او اي رزة او حاجة واقع على التربيزة بعد كده تقديم قائمة الحساب بناء على طلب الضيف العميل يعني هو خب بالك انت النقطة دي اربطها باللي قبلها انه بيقول لك رفع الادوات عند انتهاء الضيوف يعني معنى ذلك ان العميل انتهى خلص اكل خلاص لكن وهو بيقول لك تقديم الحساب قالك بناء على طلب الضيف يعني اوعى العميل يخلص اكل انت شفته خلاص خلاص اكل وشرب المشروب بتاعه وكالي الحاجة الحلوة يعني الديزرت وتقوم رايح من نفسك جايب الحساب بنزلهوله خلاص خلصت لا قالك بناء على طلب الضيف يعني لما الضيف يطلب ممكن الضيف يخلص اكل ويخلص شربه كل حاجة وقاعد شوية خمس داية عشر داية ربع ساعة كمان ما تقولوش خلاص يا فندم بقى كده عصي في حد تاني عايز يقعد حضرتك وتفضل بقى ونفعش فمجرد ما تضيف طلب القيمة الحساب يعني الفاتورة بتبتدي حضرتك تنزلها خد بالك وانت بتنزل الفاتورة انك بتراعي دايما انك يعني ما تقفش عليها يعني انت بتنزل الفاتورة وبتبعد عن العميل ما تفضلش واقف وهو بيطلع الفلوس نيجي لانصراف الضيف مساعدة الضيوف على سحب الكراسي قالك بداية بمين بداية بالسيدات يعني انا بفتح الكرسي للسيدات اولا بنزل الاكل للسيدات اولا وهم مروحين بفتح الكرسي للسيدات اولا بس خب بالك برضو من بعض النقاط ممكن جدا تلاقي النزيل يعني لو قلنا مثلا واحد وواحدة اثنين متجاوزين او اثنين مخطوبين فتلاقي الراجل شاورلك بيديه اللي هو ستوب يعني انت رايح تفتح الكرسي عشان تقعد المدام اللي معاه مثلا او السيدة اللي معاه فشاورلك بيديه انه ستوب يبقى ستوب لا ده بروتوكول انا تعلمته فانا هاعدها يعني هاعدها او ها لا لاكش دعو العميل شاور بيديه ستوب بيبقى ستوب انت بتبتعد عن الترابيزة لكن اغلب برضو الناس اللي بتتعامل في الفنادق عارفة الكلام ده كويس وعارفة ان ده ايتيكيت وبروتوكول للفنادق فبيسيبك تعمل الخدمة بتاعت السيدات دائما اولا بعد كده بتتأكد ان العملة دول او النزلة دول ما تركوش اي حاجة على الترابيزة يعني مجرد ما بيمشوا مش بعد ما بيمشوا بقى خالص بعيد وهم بيقوموا كده من على الترابيزة عنيك بتبقى على الترابيزة واخد بالك ان ما فيش موبايل متساب ما فيش مفاتيح ما فيش حاجة مهمة او حاجة حتى مش مهمة من دولة نظرك بس المهم انها تخص العميل سايبينها على الترابيزة بعد كده بيتم عمل ترتيب وضع للكراسي من جديد يعني الترابيزات دي بعد ما الناس قامت من عليها فالكراسي تحركت من مكانها كل كرسي بقى في حتة شكل حسب ما الناس قامت فبتبتدي ترجع الكرسي حسب المكان بتاعه على الترابيزة بعد كده بترفع الفوط المستعملة وبقية المعدات الفوط المستعملة اللي هي الجسد تنابكن اللي هي الفوط اللي العامل بيستخدمها بيحطها على إيديه بيحطها على إيديه بيحطها أو فرقبته أيا كان وبعد كده بيبتدي ان هو يسيبها أو يسيبها على الترابيزة مش نظيفة فانت بتبتدي ترفع الفوضيم زي ما قلنا بتوديها فين قسم المخسلة بترفع الادوات النظيفة اللي اتبقت على الترابيزة على الصينية وبترجعها للسايد ستيشن وفي الاخر بتعمل تنظيف للمائدة من الفتات والبقايا وبتغير المفرش اذا لازم الامر يعني لو المفرش عايز يتغير بتغيره وبيتم اعادة تحضير المائدة لاستقبال عملاء جدد يعني خلاص الترابيزة انتهت حطينا عليها مفارش جديدة ادوات جديدة عشان نستقبل عميل اخر او عميل جديد جزئية الليدس فارست جزئية مهمة لازم تاخدوا بالكم منها والنكتراعي دايما نكتعامل السيدات اولا ولكن في بعض الحالات اللي مش هينفع نقول فيها الليدس فارست ودي هنعرفها ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اتكلمنا النهاردة عن خدمة الطعام والتحضيرات اليومية والتحضيرات الاسبوعية ومراحل خدمة المائدة واتمنى لكم النجاح والتوفيق والى اللقاء اشتركوا في القناة